اشتركوا في القناة الى نهاية اللقاء بدون اهدف وفي المواجهة الثانية من المسابقة تعادل فريق النادي الاهلي ونظيري لبستين بهدفين لكل فريق بعد مواجهة مثيرة بين الفريقين لبستين تقدم اولا بواسط اللعب علي بسان في الدقيقة الثالثة والعشرين وادرك جمال راشد التعادل للنادي الاهلي بهدف من ركلة حرة مباشرة مع الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول في الشوط الثاني عدى فريق لبستين للتقدم من جديد عبر اللعب روبينسون دا سيلفا مع دقيقة السابعة والستين لكن النادي الاهلي عادى للتعادل من جديد بواسط لاعبه عبدالله الحشاشة مع الدقيقة الثمانين حسم فريق المنام قمة الجولة الثانية لدور التمهيدية لدور زين البحرين لكرة السلة بعد فوزي على الحالة بسبعة وسبعين نقطة مقابل ثمانية وخمسين في لقاء الفريقين على صلة الزين بمجمع الصلاة في أم الحصم شهد اللقاء تألقاء اللاعب المحترف دومينيك وينتر في صفوف فريق المنامة والذي أحرز ثماني عشرة نقطة في المقابل كان اللاعب أحمد خليفة الأفضل في صفوف فريق الحالة بعد أن سجل ثلاثة وعشرين نقطة في موجهة ثانية ضمن الجولة الثانية أيضا حقق النجمة انتصاره الثاني على التولي بعد فوزي عن نويدرات بمائة ونقطة واحدة مقابل ثمان وثمانين نقطة وسط تألق لعب النجمة المحترف جوش كالدويل الذي أحرز خمسين وعشرين نقطة تستعد لجنة الأولمبية البحرينية لإقامة فعالية اليوم الأولمبية وذلك يوم السبت القادم الموافق الرابع من نوفمبر المقبل وذلك بمنطقة وارتر جاردن بمنطقة السيفة وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وكانت اللجنة التنظيمية للبطولة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية برئاسة السيد مادن الوناس بهدف الاستعداد الأمثل للحدث وذلك بتوجيه ومتابعة من السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العامة لللجنة الأولمبية البحرينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة